نفسي دايماً وده سبب نجاحي لأنه الفناني اللي ما بينتقيتش نفسه بيبقى مكانه بيفتكن نفسه ووصل أنا بكل انترفيوه بكل مقابلة بكل أغنية بكل حفلة ببقى قاعد كمنتقد وليس لأنه أنا عارف غنيت ايه وعارف اللي حصل معايا لكن ببقى قاعد صدقني ليه عملت كده؟ يا رب لا كنت غنيت أحسن كنت صورت أحسن ده على طول القلق جواتي على طول ده موجود أصحاب السعادة كنت أنا مخلص ألبومي لوميني ألبوم فجتني حفلة في الغرداء وحفلت انتخاب ملكات جمال فعلى طول جت فكرة أعمل أغنية للصيف على طول ولو أني مخلص الألبوم كلمت محمد يحيى صديقي والملحن اللي كان مكتشافي بكل فخر قلت ليه محمد عايزين نحضر حاجة قال لي يلا أصحاب السعادة سمعها لي ودخلنا الستيديو خلال شهر كنا مخلصين وصورناها هوايا مصري غنية مصري حب مصري أنا علاقتي دي من 74 يعني دلوقتي حكشف عن عمري 74 وأنا من يوم ما بديت أغني مصري إحنا في طرابلس في سيدة في بيروت ربينا على الأغنية المصرية وربينا على الفيلم المصري المصرحية المصرية فبتلاقينا من غني المصري كتير حلو فأنا تعلقت بهذا اللي هم بيقولوا أول أغنية عيون بهية لبليغ ولقيت نفسي كل اللي غنيته في سيدة والفن كله مصري مغرم بعيوء مغرم صبابة يا حسن يا مغنواتي عدوية بهية وطلعوا كلهم ألحام مين بليغ حمدي سبحان الله حصل معي موقف فظيع كان سهران ببيت سنه في بيروت عائلة كبيرة بتحبها وردة وبيحبها بليغ خلصت دي الفن وكان شايفني على التلفزيون بغني بهية فدخلت السالون وكانوا قاعدين على الأرض هم بليغ كان بسيط جدا قاعد على الأرض ووردة جنبه والعود بيده وكله حواليه أنا ما صدقتش رحت الداخل على السالون وجاري على طول مين ما بستش بليغ بالأول رحت حضن وردة وبيسها فقال لي إيه راح فين انت بتعمل إيه قلت له لأ أنا من يعني بموت بوردة وبحبك كتير لكن هدفي كان أني أسلم على وردة قال لي بس ما تبسهاش لن أنزز الموقف وحضرني بعدين وبقينا أصحاب ما مصبش بعض طول المشوار كنت معاه دايما عملنا إحنا الطيبين يا حبيبي في المدينة بمن يطفئ النار عملنا هو المشوير بعد ما كنا أحباب زي الزمن أغاني حوالي سبع أغاني مشوار ده أستاذي ده أستاذ المغنيين كلهم على فكر أنا أول نصيحة إلى هالي وديع الصافي الله يرحمه هذا الصوت العظيم بقول له أستاذ أنت بتسمع مين وتعلمت من مين قال لي تعلمت من اتنين المنشاوي الله يرحمه القارئ وأستاذي عبد الوهاد شوف ده وديع الصافي فطبعا كان حظي حلو أنا كتير أني شفت الناس دي وعدت معاهم وأخذت منه بلاش تبوسني في عناية في فيلم مع أمر السينما المصرية ليلة علوي يعني أنا ما كنتش مصدق أولا حيقابلني حطانا موعد تمانية فكنت بلبس على مالي على الموعيد المصرية أشوفك بالليل أشوفك بالنهار أشوفك الصف فجال المخرج قال لي لا قال لي الأستاذ عبد الوهاد بتلو فيه قال لي تمانية تمانية والبس جرافات قلت لي يا أستاذ راحين لبيتنا قال لي البس جرافات فلبس جرافات الحياة وصلنا تمانية قال لي خمسة على الباب ضربنا الجرس فتح المسؤول هناك لقيت الأستاذ جاي وليبس بدلة كانه رأي على فرح ولا على اجتماع مهم جرافات والبوشات بقى باشا دخلت نحنيت أبوس إيدو فقال لي لا حضني وبسني أولا أنا مش ممثل يعني أنا لازم نكتب الموضوع اللي ولازم يكون أحسيسي وألحاني وأغني موجودة لأنه أنا ما بصدقش أنه ممكن واحد يفوت يحضر فيلم مطرب وما يغنيش مسلسلات عرض عليك كتير من ما غنيش أمثل رفض طبعا سينمائيا ببتدت أفلام المقاولات إذا بيفتكر رفض كمان لأنه بقى العرض إزاي تعالي وليد عندك نقسم الأمر محلها السامرة نعمل لك فيلم أقول لا أنا ما بيشتغلش بالطريقة هاي لازم ينكتب الفيلم لي لازم أعرف أنا موقعي فين لأنه أنا رحم أمرئي أعرف أحد فوقف عندك أنا مش ممثل أنا لو ما طلعتش كوليد توفيق مش حنجع وأنا نجاحي كان أني كنت وليد توفيق زي ما بتشوفني دلوقتي في السينما فده اللي خوفني وبعت لكن دلوقتي إن شاء الله سامحوني بعلي صوتي عشان في زحمة فأنا إن شاء الله فيه موضوع بيتكتب دلوقتي مسلسل غنائي أنا سعيد دلوقتي بتامر كما تنبقت لتامر حسني لما نجحت شيرين الأول وتقابلنا مع بعض بمكان تصوير كنا منصور مع بعض فوتو فقابلت وقالت له أنا بحب شغلك وأنا والدك صاحبي بسوريا وما تخافش هتنجح بإذن الله تعالى وإنت بالسينما هتبقى مية مية وده اللي حصل أنا بعتبر تامر حسني دلوقتي من مدة مش دلوقتي سابت وجوده في السينما وفي الغناء وفي الإخراج أنا بهنم كل قلبي وفيه مطرب كمان بشرنا بالخير بهاء سلطان طبعا من الأصوات الحلوة وأحمد سعد صديقي وحبيبي فأنا مبسوط أنه بقى دلوقتي أخدوا شوية من الموجة اللي كانت حصلة من مدة كده فأنا سعيد بحبهم كلهم الحياة وسع وإيه اليوم الحلو ده حلوين أحمد سعد بيزرع فرح أنا بشكرك وبحبكم من قلبي وعمار عمار يا مصر مصر بخير كلنا بخير إن شاء الله بلدي 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 أم العجاي تعزم من غير كلام أنا بيك وفيك دايب مصر يم السلام أنا بيك وفيك دايب مصر يم السلام